أهلا يا أصدقائي إزايكم يارب تكونوا بخير الفيديو داي متصور من حوالي سنة كده قبل ما سافر من مصر ما حستوش مهم وقتها فما نزلتوش طبعا انتوا عارفين انا لما بنزل حاجة بحب انها تكون قوية ومفيدة بس بعد اللي حصل الفترة اللي فاتت دي من سرقة قنوات يوتيوب من سرقة ايميلات قررت انزلوا اقول رأيي في الاداة اللي انا باستخدمها بقالي اكتر من سنة دي مش فلاشة ده مفتاح امان متعتبر هي اقوى اداة تحمي الحسابات والاميلات وكل حاجة فيسبوك ويوتيوب تحمي كل حاجة اكتر حاجة بتهم الناس اللي شغالين فيلانسرز او يوتيوبرز ان ايميلاتهم تكون متأمنة كويس وان محدش عارف يوصل لها مش هطول عليكو يالله وريكو دي بنستخدمها ازاي عملي وبعد ما نشوف هقول لكم رأيي فيها ومميزاتها وسلبياتها وايال حاجات اللي نزلت جديدة من النوع ده اللي هم تفادوا السلبيات اللي انا هقولها فيها كمان هقول لكم ان نوع حماية متقدم بس بعد ما نخلص انا صحيح انا كنتوا قتامي اشتري نوعين من المفاتيح الامان دي هنجرب واحد دلوقتي خلونا نفتاهم مع بعض ونجربوا سواء على الجهاز هي ازريبة حبيبي هي ازريبة دي النوع اللي معايا دلوقتي فيه ديوتو اف هنروح على حسابي على جوجل مثلا ونربطه بالمفتاح ده اول حاجة بنضغط على الاتقونة دي وبنضغط على جوجل اكاونت بنروح على الامان هنروح على اتحكم خطوطين الخطوات الاولى طبعا هنا بيقول لي ان انت قريدي رابط حسابك دوت بمبيلين فبقول لي امك انت هتيت خيار اخر مفتاح الامان هل لديك مفتاح الامان نعم انه لدي بقول له التالي بقول لي ادخل مفتاح الامان في منفذ USB في جهاز الكمبيوتر او وصله بكابل USB هنحط الوقت في الجهاز هضغط دلوقتي على USB لو انت شايفين بهو الوقت بينور اللاو طبعا قبل هو تم تسجيل مفتاح الامان ومن الانفذ صعيدا يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول باستخدام التحقق بخطوطين اسم مفتاح الامان نسمي ايه؟ بركوك بس بركوك يا عم سمي اي اسم هوابنك نسمي ايه؟ زياد بس يا حبيبي والله لا نسمي بنفس اسمه بقى خلصنا تم قال لي تم تشغيل التحقق بخطوطين اعداد خطوة ثانية بديلة يمكنك اعداد خيار واحد للنسخ الاحتياطي الأقل لكي تتمكن من تسجيل الدخول حتى إذا لم تكن الخطوات الثانية الأخرى متاحة عندنا أربع حاجات كمان ممكن نأمن بهم الحساب أول حاجة الرموز الاحتياطية بيديك أكتر من رمز بتخليهم معك بتطبعهم مثلا ولما بيكون بعيد عن تليفونك تقدر تدخل أرقام ديت أوي بقعت لك رسالة على الموبايل بتاعك أو تطبيق إثنتيكياتور ممكن تنزلها على موبايلك سواء أندرويد أو آي او اس وده هيديك كود حتى لو موبايلك مفوش نت الحاجة اللي بعد كده رسالها نصية أو صوتية والحاجات دي ممكن تفعلها في حسابك حتى لو انت معكش مفتاح الأمان تعالوا نعمل سين قوت دلوقتي ونيجي نفتعه من تاني ونشوف اللي يحسن طبعا لو حد مثلا عرف الباسورد بتاعك ومعهوش دي مش هعرفي خشت فدلوقتي هو الباسورد موجود قريدي تعالوا نجرب طبعا زي ما انتوا شايفين دلوقتي انه بيقولي دخل المفتاح بتاعك في اليو سي بي بورت كمان فيه إمكانية انك تعتمد الجهاز ده للأبد وما يطلبش منك التحقق ده تاني تعالوا ندخل اليو سي بي كده هو المفتاح اوه هندخله الجهاز قعد بينور اوه بنفضل دغتيه لغاية ما يفتح معنا الحساب كمان نقدر نروبوته بحساب الفيس بوك بتاعنا تعالوا نجرب بسرعة كده بنخش على الأمان وبعدين الأمان وتسجيل الدخول واستخدام المصادقة الصناعية بنضغط على تشغيل بننزل تعالى مفتاح الأمان اعداد ازا كان لديك مفتاح ماني و سي بي يمكنك استخدامه حساب الفيس بوك فعلا تعالوا نشيله نحطه تاني مفتاح بيوم ده اوه مش عارف انتوا ظاهر عندكم الكلام ده في الكاميرا ولا لا تعالى بنضغط زي ما انتوا شايفين للحفاظ على الأمان كان عليك قعد ادخال لكلمة السر المتابعة ادخله كلمة السر هتشي بص اوه كان كامل بصورت ارسال تمت اضافة مفتاح الأمان بنجاح زي ما انتوا شفتوا كده ربطت الأميل بتاعي و الفيس بوك بأداة الأمان ده اول ما جد دبي هنا واشتريت لابتوب جديد وجاي افتح الأميل بتاعي ادخل مفتاح الأمان قعد تفكر انا سبته في مصر ولا جبته معايا هنا ما كنتش فاك ما كنتش حطت الحوار في دماغي اصلا بس الحسن حظي ان انا كان معايا مفتاح الأمان ده لان انا كنت احطه والأداة الوحيدة اللي انا عارف اه هفتاح الحساب من خلالها اه مهو انت حتى لو معاك الاميل والباسورد وجاي تفتح الاميل بتاعك من جهاز جديد مش هتعرف تفتحه غير بالأداة دي ودي اهم ميزة فيها ده يخلي اي حد عارف يوصل لاميلك او الباسورد كمان ما يعرفش يخش غير بيها من ضمن العيوب اللي قبلتني لو انت اشتريت موبايل جديد وحبت تفتح الاميل بتاعك عليه ومعاك الاميل ومعاك الباسورد مش هتعرف تفتح الاميل على الموبايل لان ما فيش اس بي بورت في الموبايل عشان تحط الفلاشة فيه او تحط مفتاح الامال لسه كنت بقول لكم ان دي مش فلاشة بس فيه اصدار جديد من النوع ده احطولكو على الشاشة دلوقتي فيه بلوتوز تقدر توصله بالموبايل عن طريق البلوتوز ده وتفتح ايميلك عادي جدا دلوقتي بقى خلينا اقولكو على برنامج الحماية المتقدمة ده برنامج من جوجل معمول مخصوصة للناس اللي الاميل بتاعها اهوها اغلى ما تملك اللي هو مربوط بكل حاجة في حياتهم لو ضع حياتهم توقف وهو انك تربط مفتاحين امان بنفس الاميل اللي هو مستحيل حد يارف يفتح حسابك من غير مفتاح من الاتنين دول بتحط واحد كاداة اساسية انك تخش بي لو داخل من جهاز جديد والمفتاح التاني كاسترداد لو مثلا المفتاح الاولي يضع منك هنا جوجل بيمنع اي هكر او اي حد معهوش المفتاح ده انه يخش حسابك عشان الفيديو اتوالش هسيب لكم لنك فصف الفيديو في كل المعلومات الكافية عن برنامج الحماية المتقدمة تقدروا تعرفوا معلومات زيادة عنه وتعرفوا ازاي تستخدموه كمان هسيب لكم فصف الفيديو ده روابط شراء التلات مفاتيح دولات من امازون بحيث ان انتو لو عايزين تأمينوا حساباتكم ده كان فيديو النهاردة لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ولو مش عاملين سبسكرايب للقناة وتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان وصل لكم اي حاجة انا هعملها لو حابين تعملوا فرعا الانستجرام بنزل لك صور فيديوهات كواليس حاجات ممكن تجيبك اعني شكرا على المشاهدة الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله سلام